تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من النقاش كروي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس حلقتنا اليوم بسيطة سريعة ومنطقية وحتزعل الناس اللي أنديتها ربما مهما حفلوس كتير قانون اللعب المال النظيف وبحلقتنا اليوم بدي أحكي لازم يتوقف ولازم يلتغي لمدة سنتين ثلاث ولا العلم هذا الكلام كنا حكيينه قبل سنة من أول بلشت كورونا الحل الوحيد عشان كرت القدم تتوازن يتوقف قانون اللعب المال النظيف شو يعني يتوقف يعني مش برشون عليه مليار ونص ديون يعملهم مليارين لا معناها إنك تسمح للمستثمر اللي معه فلوس ومعه فلوس عن جد أندي باريسان جيرمن ماشيستر سيتي تشيلسي القدي اللي بتمكن يملكوها صينيين أيضا الناس اللي ما حكاش تدفع برحتها وتبني برحتها أنديتها للمستقبل ووقف قانون النعب مال نظيف سنتين ثلاثة عشان ترجع كرت القدم تستقر ماليا وما نسمع الأخبار الغريبة اللي بتهدد أندي بالإفلاس في كرت القدم وممكن البعض يقول لي لا هيكا مش عدل آه مش عدل سنتين لكن على المدى الطويل بتقدر ترجع القانون وترجع تفرض العادل ولنعلم فيه كلام الآن على تخفيف قانون لعب مال نظيف بهذا الشكل الكبير جدا اللي أنا بحكي فيه حيث يقال حينعمل سقف رواتب 70% من دخل النادي واللي بيخالفه ما بقعد يعاقبوه ويمنعوه ويحاكموه لا 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 ادفع غرامة معينة ثابتة والله معك ارجع اعمل بدك ياف كرت القدم انت حر ليش هذا الشيء ضروري حنشرحه بأساطة كرت القدم صناعة وأساس أي صناعة عشان تتحرك السيولة النقدية الفلوس الكاش اللي بالشارع اللي بين الناس اللي بين الأندية بإيديها الآن أنا عندي نادي بلجيكي ممكن مع إلغاء الدوري هذا النادي بدي يفلس لو هذا النادي عنده لعب واحد كويس ويجع مستثمر معين بدي ياخد هاي الموهب لعمره 18 لو قالوا له الآن عشرة مليون في ظل قوانين لعب مالي النظيف حيقولهم لا لو جمدتها هيعطوه عشرة مليون هذا النادي بلجيك العشرة مليون تعونه حيصرفه على أكاديميته لعشر سنين فبالتالي حيطلع لعبين أكثر نادي زي برشلونة ما كان حيواجه بعض الأندية مشكلة بإنها تجيب من عنده جريزمن وتخلصوا من مشكلة راتبه لو كان ما فيش قوانين لعب مالي نظيف فبالتالي كان حركت السوق لما تحط سيولة بالسوق الأندية الصغيرة الوسط أول شي بتبلش تعيش بعد الأندية الكبيرة بصير عندها مواهب أكثر تشتري منها فبصير في سيولة بتنتقل من نادي لنادي لنادي والناس بترجع تعيش بشكل طبيعي هذا هي أساس أي اقتصاد في الدنيا هذا أساس أي صناعة في الدنيا الفلوس اللي بتمشي دورة الكاش دورة السيولة بين الأندية لو أنت ما دعمت هذه السيولة وما بدك تضخ سيولة من جيبتك كاتحاد أوروبي لكورت القدم أو فيفا بالأندي بشكل عشوائي مثل هذا فعلا كورت القدم ما رح ترجع تتوازن لسنتين ثلاثة وحنبلش نسمع عن أندي أخرى بتعاني زي المعاناة لعليها برشلونة إيقاف قوانين لعب المال النظيف سنتين ثلاثة هتعطي أفضلية ربما لبعض الأندية لكن حتنعش كورت القدم وحتنقض مواهب الآن موجودة بأكاديميات معينة ممكن يقولونهم الله معكم لأنه ما في سيولة نكمل شغل معكم كمدربين وحتى يكون مصلحتها مستقبليا أفضل بكورت القدم زي ما كانت فترة معينة في الماضي قبل قوانين لعب المال النظيف ما بين 2000 و2004 كان فيه فلوس كثير وفي أندي كانت عم تغلط وبتفلس بس انبنى أساس لنوع من كورت القدم الترويجية والتسويقية الكبيرة اللي عايشينها إحنا الآن فمش غلط يتوقف قانون لعب المال النظيف حسب وجهة نظري شو حسب وجهة نظركم هل أنتوا مع إلغاء قانون لعب المال النظيف هل أنتوا بتدعموا هذا القانون ولا لا مؤقتا 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 نوصل هون لنهاية حلقة نقاش كوروي شاركوا الفيديو مع صحابكم اللي تتوقعوا يكون عندهم وجهة نظر بالموضوع والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى